أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكلفات وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية وأضاف رئيس الوزراء أن دولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمارات والعمل على تيسير الإجراءات وحلال المشكلات التي تواجه المستثمرين وحول ملف توفير السلع بالأسواق شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكتيف الجهود لمتابعة توفر مختلف السلع في الأسواق لسيما الأساسية منها والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف وحول حصادهم محصول القمح أكد مدبوري أنه يتابع بشكل يومي أعمال توريد القمح من المزارعين مشيرا إلى أن هناك اهتماما وحرصا كبيرين بسرعة الصرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بتوريد الأقمح اشتركوا في القناة